اشتركوا في القناة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولاه أيها الإخوة الكرام أرض جماعة الخير أعزين نتكلم عن تفسير حلم ضياع النقود الورقية طبعا معلوم أن النقود الورقية رؤية محمودة بخلاف النقود المعدنية وإن كانت النقود المعدنية للمرأة الحامل ليست بمزمومة أما بخلاف ذلك فهي مزمومة للجميع فهي تخص المرأة الحامل بنوع الجنين ذكر أمونسا في النقود المعدنين لكن في العموم والمستقر في أزهان كثير من الناس النقود الورقية محمودة والنقود المعدنية مزمومة ودحقي في العموم وليس شرطا النهاردة لما نيجي نشوف نقود ورقية وضاعت مني في المنام أولا ضياع الشيء أي كان سواء نقود أو غيره ضياع الشيء في المنام شيء سيء ليس بمحمود لكن بالنسبة للأوراق أو النقود الورقية حينما تضيع مني في المنام هذه الجزئية تدل على بعض المشاكل التي يمر بها الرأي أو الصعوبات في حياتي ومع شديد الأسف لكن هايزين نتكلم نقول أن النقود حينما تضيع مني هل وجدتها في الرؤية أم أنني استيقص من المنام على ضياع النقود الورقية وانتهت الرؤية على ذلك ضياع شيء ثم إيجاده هذه قاعدة تدل على حصولي أو مروري بعقبة كبيرة جدا في حياتي ولكنها ستزول بدلالة أنني أعثرت عليها مرة أخرى أما ضياعها واستيقاظي من المنام هذه العقبة إما أنها سوف تسبب لي ألم أو خسارة مادية أو أن الحالة النفسية ستكون سيئة للغاية أو سأصاب بهموم وأحزان أو أن العقبة أو المشكلة ستطول معي لفترة من الزمان قضية أن النقود تضيع واستيقظ من المنام وأنا لا أجد هذه النقود ولم أعثر عليها فلابد أن ننتبه لهذه الجزئية ضياع النقود أيضا تدل على الإهمال أن أنت شخص مهمل أو أنت إنسانة مهملة وبالتالي هذا الإهمال يعني يأتيني مستقبلا بأشياء سيئة سوف تحل عليها بسبب إهمالي أو تقصيري أو ربما تدل على بعض التصرفات الغير محمودة أو ربما تدل على القرارات الخاطئة التي سوف أتخذها في الفترة القادمة فهنا لازم ننتبه لهذه الرؤية أو لمثل هذه الرؤى ونتعامل معها بتعليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن نستعيز بالله منها أن ندعو الله تبارك وتعالى ألا يصيبنا منها أي مكروه وإن شاء الله كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدعاء يغير الأقدار تظلنا في اللقاءة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر